بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع وجعل لنا سندا وجعل لنا مددا وهيئ الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعات مستندا الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم صلاة على المختار سيدنا وآله الكرمى وصحبه الزهد يا رب وفقنا وكل خير انهبنا وعنا نحي كل ضير ومن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرجي أما بعد فأحياكم الله وبياكم في المجلس الثمانين من مجالس نزهة المشتاقين إلى رياض الصالحين نمر فيها بروض عاطر بهاج تحت أثير كوكب وضائن وهاج إلى بحر محيط ثجاج من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد وصل الحديث بنا إلى كتاب الفضائل إلى كتاب الفضائل الكتاب الذي نتدارسه هو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين والكتاب أودعناه ووضعناه لكم في قناة التليجرام للحديث وعلومه لابن أراد أن يتابع عبر النسخة الإلكترونية سنشرع اليوم إن شاء الله من الحديث الخامس والتسعين بعد التسعمائة وفي بعض النسخي السادس والتسعين بعد التسعمائة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه طيب قبل أن نبدأ الحديث سأرسل إليكم صورة نحتاجها إن شاء الله في بث اليوم حتى لا أوقفه طيب نعم وعدناكم في اللقاء المنصر وأن نبدأ بالكلام عن الوسائل المعينة لحفظ القرآن وكذلك أيضا الوسائل المعينة لمراجعة القرآن الأمر الأول الناس على قسمين القسم الأول من هو من يحفظ القرآن كاملا ولكنه عنده بعض التفلت لكن عنده بعض التفلت فهذا يجب عليه أن يدخل إلى برنامج التثبيت لابد أن يدخل إلى برنامج تثبيت يثبت فيه القرآن عبر خطة تناسب مستواه الصوت واضح يا جماعة طيب من كان حافظا للقرآن خاتما له فهذا لا بد أن يدخل إلى برنامج التثبيت برنامج التثبيت هذا على حسب ما يناسبه مستواه إما أن يكون على مدار ستة أشهر أو على مدار سنة أو أقل أو أكثر هذا يرجع إلى مستوى ضبطه وإلى أيضا حسب فراغه في جدوله حسب فراغه في جدوله اليومي فالموظف يختلف عن الطالب المتزوجة تختلف عن المتفرغة أو غير المتزوجة إلى آخره فهذا أمر الأمر الثاني يواظب على الورد اليومي من القرآن والورد اليومي من القرآن آكد ما يجعلك تواظب عليه وتحرص عليه أن تجعله بعد صلاة الفجر مباشرة فمن وقت حفظه أو ورده للقرآن بأن يراجعه بعد صلاة الفجر مباشرة فهذا من آكد ما يثبت القرآن لديه يضاف إلى ذلك أيضا أن كلما كثر الورد قوي الحفظ كلما كثر الورد قوي الحفظ وحفاظ مصر قديما كانت لهم قاعدة يقولون أن من يختم القرآن في شهر يقولون أنه حافظ كثير الخطأ من كان يختم كل شهر ختم قالوا هذا حافظ كثير الخطأ ومن كان يختم في الشهر ختمتين فإن هذا أيضا حافظ لكنه أقل من الأول أخطأ وأما من كان يختم القرآن كل أسبوع بمعدل شهر أربع ختمات قالوا هذا حافظ قل أن يخطئ هذا حافظ قل أن يخطئ ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانوا يحزبون القرآن إلى سبعة أيام كانوا يحزبون القرآن إلى سبعة أيام في حدود أربعة أجزاء ونصف في كل يوم فهكذا يكون الإنسان مواظبا للقرآن مداوما عليه فهذا بإذن الله تعالى يعينه على تثبيت القرآن وعلى ضبطه والحال الثانية من لم يكن خاتما للقرآن ما زال في رحلة الحفظ فإن هذا نقول له اجعل حفظك متدرجا إياك إياك والعجلة فعليك أن تبدأ بحفظ القرآن وأن تحفظ مقدارا يناسب قوتك الذهنية يوميا إما أن يكون نصف صفحة أو فوق ذلك أو أن تحفظ صفحة كاملة يوميا لكن هذا الحفظ الأول الذي تحفظ القرآن عليه هذا مهم جدا يا إخواني ويا أخواتي مهم جدا بمعنى أنا اليوم أريد أن أحفظ صفحة من القرآن كثير من الناس يغتر بالحفظ الأول يعني كرر الصفحة خمسة مرات ستة مرات يظن أنه قد ضبطها يظن أنه قد ضبط هذه الصفحة والحقيقة أنه لم يضبطها واضح والحقيقة أنه لم يضبطها ذلك نقول إن لحفظ الجديد قواعد القاعدة الأولى من الليل قبل أن تنام يعني مثلا غدا ستحفظ صفحة سيقول السفهاء من الناس قبل أن تنام اقرأ الصفحة نظرا ثلاث مرات قبل أن تنام اقرأ الصفحة أو قبل أن تنام اسمعه من شيخ متقن مجيد مرة وكرره ثلاث مرات واضح هذا الأمر تريد أن تحفظ حفظ صفحة جديدة وليكن متنا وليكن منظومة وليكن الأجرمية وليكن أيبة لكن نحن الآن في القرآن واضح فقبل أن تنام تستمع لشيخ تحب صوته تستمع لقراءته لهذه الصفحة مرة قبل أن تنام هذا كله يعني هذا يسمى مرحلة التحضير ثم تقرأ ذلك تلقى الصفحة ثلاث مرات من دون إتعاب للذاكرة بالنظر فقط وأنت تنظر في المصحف قرأة ثلاث مرات ثم نم فإذا استيقظت تبدأ في الحفظ طيب لماذا قلنا إنك تحضر من الليل لأن الذاكرة أثناء النوم تعالج ما كان ما آخر ما زاولته واضح الذاكرة تعالج هذه السماع الذي سمعته مرة وكررته ثلاث مرات الذاكرة تعالج أثناء النوم ولذلك تلاحظون بعض الناس في النوم يتكلمون بما جرى لهم في أثناء اليوم صحة أو لا بعض الناس وهو نائم يتكلم بما جرى له في نهاره أو في ليله من ذلك اليوم ليش بسبب أن الذاكرة تعالج هذه المعلومات وهذه الأمور التي يعني مرت عليه في يومه الذاكرة تعالجها ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة الحفظ ثم يبدأ في مرحلة الحفظ صباحا ومن أقوى الطرق التي تثبت المحفوظ الجديد حفظا قويا أن تكرره خمسين مرة أن تكرره خمسين مرة كلما كررت أكثر استرحت في المراجعة وفي التثبيت واضح يا إخواني وأخواتي لا تغتر بالتكرار الذي هو خمس مرات أو التكرار الذي هو أربع مرات صدقني بعد يومين كأنك لم تحفظ بعد يومين كأنك ما قرأت شيئا لذلك لا يعني احرص أن يكون التكرار إلى خمسين مرة ما يمكن ما يمكن لا يقل عن ثلاثين لا يقل عن ثلاثين فهذه الصفحة مثلا التي ستحفظها اليوم سيقول السفهاء كررها بعد صلاة الفجر عشرين مرة كررها بعد صلاة الفجر عشرين مرة كل مرة لن تأخذ منك أكثر من دقيقة ونصف ثم بعد الظهر أيضا كررها عشر مرات إلى خمسة عشرة مرة في الصباح عشرين وفي النهاء وفي بعد الظهر خمسة عشرة مرة صار المجموع خمسة وثلاثين وفي الليل كرت ثلاث مرات يعني اقتربت من أربعين بإذن الله إذا ذهبت تعرض عند المعلم في بعد العصر أو بعد العشاء أو تسمي عن بعد عبر الاتصال فإنك ستستشعر مكنة شديدة في ذلك الحفظ التكرار الذي كان بعد الفجر عشرين مرة اجعله نظرا عشرين مرة اجعله نظرا الذي بعد الفجر وبعد الظهر ابدأ في مرحلة الغيب خمسة عشرة مرة خمسة عشرة مرة التي بعد الظهر تكون غيبا هكذا يكون للمجموع تقريبا أربعين مرة ثم واصل اليوم الثاني نفس الطريقة اليوم الثاني لا تشرع في حفظ الجديد حتى تكرر الصفحة السابقة التي هي سيقول السفهاء واضح المعنى يا إخواني وأخواتي اليوم الثاني لا تشرع في حفظ الجديد حتى تأتي بالصفحة السابقة اليوم الأحد حفظت سيقول السفهاء يوم الاثنين تحفظ الصفحة التي بعدها الذين آتناهم الكتاب ثم تأتي بصفحة الأحد ثم تبدأ في حفظ الاثنين ويوم الثلاثاء كذلك تأتي بصفحة الأحد وصفحة الاثنين ثم تبدأ حفظ الثلاثة ويوم الأربعاء تأتي بصفحة الأحد والاثنين والثلاثة ثم تبدأ في حفظي يوم الأربعاء وهكذا تربط القديم بالجديد وهذا ما يخص الدرس الجديد والمحفوظ الجديد ثم يكون لك أيضا برنامج لمراجعة المحفوظ السابق تحفظ من القرآن 15 جزءا طيب هذه الـ 15 جزءا لابد أقل الأحوال أن تراجع كل يوم حزبا لابد أن تراجع كل يوم حزبا قد تقول طيب الوقت ما يكفي الآن أنا أكرر 40 مرة وأراجع حزبا إذن قلل المقدار واضح يا أخواتي وإخواني يعني بدل أن تحفظ صفحة كاملة كل يوم احفظ نصف صفحة احفظ نصف صفحة كثير اجعلها أربعة أسطر المهم أن تكون متمكنا من حفظك ولذلك من القواعد يقولون قلل المقدار قلل المقدار وكثف التكرار قلل المقدار وكثف التكرار وقم بالليل بحفظك في الأسحار وأدم الاستغفار هذه رباعية الحفظ قلل المقدار لا شوف اعرف قدرة نفسك أنت موظف ما شاء الله عندك أربع أولاد وعندك زوجتان لا ترهق نفسك تقول سأحفظ كل يوم من صفحة ونصف ما تستطيع يعني ربما في بدايات الأيام تظن أنك تستطيع لكن مع تسلسل الأيام الأمر يصعب عليك واضح نقول اعرف قدرتك الشاب الصغير الذي هو مكفول من والديه الطعام والشراب والمال ما عنده إيجار ما عنده كهرباء ليس مثل الكبير المتزوج الذي يطارده هموم الحياة الذي عنده خمسة أبناء أو عنده عشرة أبناء وعنده ثلاث زوجات ليس كالذي عنده زوجة واحدة وابنان فلابد أن تعرف قدرتك لا تنفخ نفسك أكثر من اللازم ابدأ بالقليل صدقني بالقليل والاستمرار ستضبط القرآن ضبطا جيدا أعيد القاعدة قلل المقدار وكثف التكرار وقم بالليل بحفظك بالأسحار وأدمي الاستغفار هذا المحفوظ الذي تحفظه اجعله هو الذي تصلي به في الليل انت شغال في حفظ البقرة تمام وصلت إلى الصفحة الحادية عشرة خلاص اجعل قيام الليل العشرة الصفحات هذه من سورة البقرة حتى تستشعر أنك ضبطتها والله عندي مشاكل في سورة غافر خلاص هذا الأسبوع خلي قيام الليل في سورة غافر غلقت من غافر والله عندي مشكلة في الجاثية مع الزخرف يلا الأسبوع اللي بعده اجعل كل قيامك للليل الزخرف مع الجاثية واضح هذه الآلية ولذلك الله جل جلاله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطعاً ما تقرأه في الليل له ثبات وله رسوخ في النفس فهذه من القواعد المهمة المفيدة في حفظ القرآن ولا تجدون الخطط كثيرة في برنامج الزوم والقنوات في ذلك كثيرة لكن أحببت أن أركز على هذه القضايا المهمة ثم قاعدة أخيرة إذا انتهيت من أي سورة لا ترحل عنها حتى تقرأها سرداً غيباً عدة مرات واضح؟ مثلاً تحفظ صورة العمران لا تبدأ في البقرة حتى تستشعر يعني المكنة التامة في آل عمران تقوم بها أسبوعاً كاملاً في الليل تصلي بها ليلك فإذا استشعرت أنك قد ضبطتها وتمكنت منها وأخذت بناصيتها انتقد عنها إلى سورة البقرة واضح؟ فإن للإتقان لذة الحفظ الذي تستطيع أن تصلي به في الليل أن تقرأه وأنت ماشي أن تقرأه وأنت في السيارة وأن تقرأه وأنت في صالة الانتظار في الدوائر الحكومية تقرأه في المطار تقرأه في كل مكان صدقني إن لهذا الحفظ لذة لا تعادله لذة وأنصحكم بكتاب شذل ياسمين من أخبار المعاصرين في كتاب جميل ألف عناية بعض المعاصرين بالقرآن ومن أعظم القصص التي تشد في نفسي ولها لذة في صدري أن أحدهم قديما تعرف ما كان عندهم جوالات ولا عندهم آلات حديثة ولا كهربة يعني الظاهر أن زوجته نسيت وأغلقت الباب ولم تسحب المفتاح فجاء وحاول فتح الباب ولم يستطيع وضرق الباب ولم تجيب زوجته فاتكأ أمام بيت داره وقرأ ستة أجزاء الله أكبر لو كان غير حافظ القرن الماضي لو كان غير حافظ يستطيع أن يقرأ هذا بدل أن يتذمر ويسب ويشتم ويلعن وإلى آخره استغل الفرصة زوجته الظاهر النوم أخذها أخذ شديدا فقرأ ستة أجزاء وهو جالس أمام بيت داره فهذا أمر مهم جدا أن يعنى به الإنسان كثرة التكرار كلما قللت المقدار استحسنت أن تكرر أكثر يعني مثلا إذا قلت سأحفظ كل يوم صفحتين التكرار سيتعبك صح أو لا لو قلت سأحفظ كل يوم صفحتين جديدة التكرار طويل صفحتين ما هي قليلة لو قلت سأحفظ نصف صفحة التكرار سيكون أسهل عليك لو قلت سأكرر أربعة أسطر عندما تأخذ أربعة أسطر سيكون التكرار أسهل وأسهل اسم الكتاب شذل ياسمين من أخبار المعاصرين الكتاب موجود على الشبكة يمكن أن تقرأوا فيه وتجدوا فيه أخبار بعض المعاصرين ومنهم جد أحد أصدقائي من أخباره أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة تجدون أيضا قصته في الكتاب فهذا مما يرفعوا الهمة ويعينوا الإنسان طيب نبدأ درس اليوم إن شاء الله من الحديث الخامس والتسعين بعد التسعين قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قناة الحديث أرسلت لكم صورة فاكهة الأترجة أرسلت لكم صورة فاكهة الأترجة لكي فقط تتعرفوا عليها قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن طبعا أعيد وأكرر القاعدة الرئيسية التي ذكرناها في الدرس الماضي كل أحاديث فضائل القرآن إنما تشمل من يعمل به واضح يا إخواني وإخواتي لا يظن النظام أن هذا معني به الذي يقرأ ويأتي جميع الجرائر والموبقات هذا ولا كرامة كل أحاديث فضائل القرآن إنما تثبت هذه الفضائل في حق العامل به أما من لا يعمل به فهذا حفظه وبال عليه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يعني ويعمل به مثل الأترجة ما ميزة الأترجة قال ريحها طيب وطعمها طيب فيعني داخلها طيب وهو الطعم وخارجها طيب وهو الريح وهو الريح وأيضا ذكروا لهذه الأترجة يعني فوائد علاجية كثيرة وذكروا أيضا أنها تقوي البدن وتقوي المناعة ويعني لها فوائد كثيرة جدا فكذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا كمثل الأترجة ريحها طيب الريح هو الداخل وذلك أن القرآن يهذب النفس ويقوي الإيمان وينزل غيث الرحمة على القلوب واضح وجه الشبه بين داخل ثمرة الأترجة وبين قلب المؤمن أن القرآن يطيب قلب الإنسان وأن القرآن يهذب سلوك الإنسان وأن القرآن ينزل غيث الرحمات على قلب الإنسان قال ريحها طيب وطعمها طيب كذلك حافظ الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ينبغي أن يكون ظاهره جذابا كيف يكون ظاهره جذابا بأنه يفعل الطاعات ويعامل الناس بمعاملة حسنة ويكون نافعا في مجتمعه فكل من اقترب منه انتفع بخلاله وخصاله وشمائله واضح وجه الشبه وجه الشبه بين الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي يقرأ القرآن مع الأترجة وجه الشبه الداخلي ذكرنا وذكرنا أيضا وجه الشبه الخارجي الذي هو الريح فالمؤمن ريحه وجه خارج بدنه ظاهر بدنه ينبغي أن يكون آسرا بقول الصدق وبالأمانة وبالتعامل الحسن وبالعشرة الطيبة مع الناس وإلى أخير فهذا الشبه بين المؤمن وبين ثمرة الأترجة ثم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني ويعمل به كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلون المؤمن الذي يعمل بالقرآن لكن ما يتلوه يعمل بالقرآن إذن قلبه طيب يفعل الطاعات ويشنب المنكرات واضح قلبه طيب نقي هذا يشابه يشابه طعم التمرة داخله طيب وداخله حلون نظيف لكن ظاهره ناقص لكن ظاهره ناقص لأنه لم يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن وأن القرآن هو الذي يبدأ بيشغل لسان الإنسان بالخير أن تتلو القرآن فهذا يعني أنك تشغل لسانك عن الخير تشغل لسانك بالخير عن القيل والقال وعن الكلام الذي لا خير فيه وعن كثرة اللغو والكلام الذي لا يجني الإنسان منه خير قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة الريحان معروف هذا الطيب قال ريحها طيب وطعمها مر المنافق قلبه خبيث قلبه ليس فيه لا إله إلا الله ليس فيه محمد رسول الله وإن أظهرها للناس لكنه في باطن أمره وفي داخلة نفسه أنه خبيث النفس وأنه خبيث الروح ولكن ريحها طيب يتظاهر أمام الناس أنه من أهل القرآن يتظاهر أمام الناس أنه من أهل القرآن ومن أهل التلاوة للقرآن ومن أهل المواظبة للقرآن فالناس ينفتنون بحلاوة صوته ينفتنون بكثرة قراءته ولكن داخلته خبيثة لئيمة سيئة فهذا المنافق الذي يقرأ القرآن ويتأكل بالقرآن ويخادع الناس بالقرآن مثله مثل الريحانة ريحها طيب الظاهر كما يقول بالدارجة الظاهرها الله الله والداخل يعلم الله ولكن قال وطعمها مر داخله خبيث نجس نت قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة الحنظلة معروفة مر جدا ليس لها ريح يجذب وليس له شيء يخدع الناس به قال وطعمها مر لا الداخل جيد ولا الخارج جيد عافانا الله وإياكم فهذا الحديث يثبت لنا فضيلة حامل القرآن وقارئه فضيلة قارئ القرآن العامل به فضيلة قارئ القرآن والعامل به وفيه أيضا ضرب الأمثلة للتقريب للأفهام ضرب الأمثلة للتقريب للأفهام وفيه أيضا إثبات أن للإيمان طعما فيه إثبات أن للإيمان طعما وإشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهذا طعم الإيمان يا إخواني ويا أخواتي أمر يذاق كما يذوق أهل الطعام لذة أطعمتهم كذلك الذي تحقق فيه الإيمان يذوق له طعما ولذلك من الأمور المهمة التي يحرص عليها الإنسان أن ينالها لذة الإيمان ولذة الإيمان لها فوائد من فوائدها العظمى أنها تكون مصدة قوية للإنسان عن الإلحاد تكون مصدة قوية للإنسان عن الإلحاد نعطيكم مثالا الآن عندنا شخصان شابان الشاب الأول يعني ذاق طعم الاعتكاف ولذة ختم القرآن وشهود صلوات التراويح وربما بكت عيناه من خشية الله ويحضر الدروس العلمية وإلى أخذ ذاق طعم الإيمان وشاب آخر يأتي بالعبادات على أقل حد لكنه ما ذاق طعم الإيمان الحقيقي ثم هذين الشابين جاءتهم شبهة إلحادية قوية فألحدا مرت بهما شبهة إلحادية قوية فألحدا صدقوني غالبا الأول سيرجع عن الإلحاد سيشعر أن هذا مو جوي هذا مو مكاني سيتفقد لذة التراويح سيتفقد لذة قراءة القرآن سيتفقد لذة مجالس العلم في شيء سيفقده في ركن أساسي من قلبه انتزع واضح؟ أما الثاني هذا الشاب الذي أصلا ماذا قطعم الإيمان ولا يعني مرت به هذه اللذات ولا استشعر لذة ختم القرآن ولا لذة حضور مجالس العلم هذا إلا أن يتداركه الله جل جلاله برحمته وفضل منه فهذا أمر مهم جدا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يكون من الأشياء التي ينشدها من الأشياء التي يحب أن يذوقها وهو أن يذوق طعم الإيمان فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان لحظة من فضلكم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الحديث ثم قال في الحديث الذي يليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أي أن الله جل جلاله يرفع ويشرف فيه الدنيا والآخرة بسبب القرآن أقواما ويضع به آخرين فلاحظوا أن بلال ابن رباح ما منزلته العظيمة عند الله جل جلاله رفعه الله في الدنيا والآخرة ولاحظوا منزلة أبي لهب ومنزلة أبي طالب فإنهم في نار جهنم والعياذ بالله مع ما كانوا فيه من الذؤابة في النسب ومن الجاه والحسب والمكان والشرف في الدنيا الذي سادوا به قومهم لكن هذا لم ينفعهم لكن هذا لم ينفعهم وأما العاملون بكتاب الله جل جلاله فإن الله جل جلاله يرفعهم بهذا الكتاب ومن ضم الحفظ إلى العمل أيضا ارتقت منزلته فالمنزلة التي لا يعذر أي مسلم بها هي منزلة العمل بالقرآن ويزيد بعد ذلك مرحلة الحفظ كما بيناه في اللقاء الماضي كما بيناه في اللقاء الماضي وهذا الحديث سببه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أمير مكة فقال من خلفت على أهل الوادي يعني أنت الآن خرجت من مكة لعذر ولضرف من جعلته أميرا على أهل مكة فقال ابن أبزة فقال ومن ابن أبزة قال مولا يعني كان عبدا وأعتقى قال خلفت على أهل الوادي مولا قال يا عمر إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض فأقر ذلك عمر رضي الله عنه وقال إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين وأيضا عمر لما طعن رضي الله عنه وبدأ يعين اللجنة التي ستختار الولي الأمر من بعده قال عمر لو كان سالم مولا حذيفة حيا لا استخلفته سالم مولا كان عبدا وأعتق فقال لو كان سالم مولا حذيفة حيا لا استخلفته فهذا يدل على أن الله جل جلاله يرفع بهذا الكتاب أقواما وانظروا في من حولكم تجد بعض الناس كانوا من أسر ليست لهم وجاها ثم نبغ فيهم حافظ للقرآن فارتفع صيت أهل هذه العائلة أو كذا والقصص في هذا الأمر كثير جدا فهذا الحديث يثبت لنا فضيلة حافظ القرآن وفضيلة العامل بالقرآن فضيلة العامل بالقرآن أنه ينجو في الدنيا وينجو في الآخرة وإذا انضم إلى ذلك أيضا الحفظ ازداد شرفا على شرف ومنزلة على منزله ورتبة إلى أوتبة وأيضا تحضرني قصة عطاء بن أبي رباح سيد التابعين عطاء بن أبي رباح قيل إنه كان مولا وكان أعرج أعورا وكان الخليفة ينادي في الحج ألا يفتي في الحج إلا عطاء رغم أنه كان عبدا وأعتقا وبه من العاهات والعلل ومع ذلك كان الخليفة يأمر أمره أن يصرخا في الناس لا يفتي في الحج إلا عطاء ومرة جاء أحد الأوجهاء والأمراء وكانت له مسألة في الحج ومعه بناه وكان عطاء في المسجد يصلي فأتم عطاء صلاته على الروية والتؤادة والاطمئنان وكأنه أطال الصلاة وهذا الخليفة كأنه سشعر التأخير الشديد فبعد أن قضى صلاته عطاء يعني ذهب هذا الأمير وسأله سؤالا فأجابه فلما خرج هذا الأمير من عندي عطاء يعني كأنه قال مغضبا لولديه يا ابناي تعلم العلم فإني لن أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد ويغفر الله لنا ولهم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رواه مسلم الحديث الماضي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار قال متفق عليه قال وعن عمر رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنتين هنا الحسد المقصود به الغبطة واضح وهو الذي يسمى الحسد المحمود عندنا الحسد المضموم وهو الذي يشتهر باسم الحسد وعندنا الحسد المحمود وهو الذي يسمى غبطة فالحسد المحمود هو تمني زوال النعمة عن الغير واضح؟ فالحسد المضموم هو تمني زوال النعمة عن الغير وأما الغبطة فهو تمني مثل ما عند الغير الغبطة هي تمني مثل ما عند الغير وأكد غبطة أن تغبط اثنين منهما؟ قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار المقصود أنه يعمل بكتاب الله ويواضب عليه تلاوة وتدبرا واضح؟ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أنه يعمل بكتاب الله ويتلوه ويتدبره ويتفهمه آناء الليل وآناء النهار ينشغل بالقرآن انشغالا حقيقيا صاحب للقرآن بمعنى الصحبة الحقيقية ومن موجب ذلك أنه يقوم الليلة ويصوم الهواجر ما استطاع ويكثر من النوافل كل هذا داخل قال ورجل آتا فتقول يا ليتني مثل فلان واضح؟ هذه غبطة محمودة أن ترى إنسانا يعمل بكتاب الله جل جلاله وهو مرتبط بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا تقول يا ليتني مثله يا ليتني مثل فلان يا ليت الله سبحانه وتعالى أعطاني صوت جميل في القرآن مثل الإمام الفلاني إمام الحرم يا ليت الله سبحانه وتعالى أعطاني حفظ قوي في القرآن مثل فلان هذا يغبط عليه واضح؟ وهذه غبطة جيدة قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار تعرف تاجر موفقا يعين الأرامل يعين المطلقات يعين اليتامة أبناء السبيل يضرب في سبيل الله بالإنفاق على المساجد وعلى دور التحافظ تقول يا ليتني مثل فلان يا ليتني مثل التاجر الفلاني يا ليتني مثل الرجل الأعمال الفلاني فأنت مأجور بهذه الغبطة التي تكون غبطة محمودة لأنها تدل على نية طيبة واضح؟ لأنها تدل على نية طيبة ونية المؤمن أبلغ من عمله وكما قال النية تجارة العلماء كما جاء عن بعض السلف فالإنسان مأجور بمثل هذه النية الطيبة التي تحمله على الغبطة وأنه يريد أن يبذل في سبيل الله ويريد أن يرتبط بالقرآن عملا وتلاوة وتدبرا وتفهما فهذا قال متفق عليه وهذا الحديث فيه الترغيب في طلب العلم والقرآن فيه الترغيب في طلب العلم والقرآن والحث على التصدق بالمال والحث على التصدق بالمال وفيه أيضا جواز الغبطة على أمور الخير جواز الغبطة على أمور الخير قال النووي والآناء هي الساعات أي ساعات الليل وساعات النهار ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل قيل هو أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف وعنده فرس الفرس معروف الخيل قال مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها وفي رواية ينقذ منها قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن تلك السكينة تنزلت للقرآن قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف ذكرنا أنه قيل إنه أسيد بن حضير وعنده فرس مربوط بشطنين هذا هو يعني مربوط بحبلين مربوط بشطنين يعني بحبلين قال فتغشته سحابة أي جعلت سحابة تظل ذلك القارئ هذه كرامة واضح أسيد بن حضير وهو يقرأ سورة الكهف فأضلته سحابة تغشته سحابة يعني أضلته وغطته سحابة كرامة لقارئ القرآن قالت فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها ينفر أن يتحرك غير ثابت ثم في رواية أخرى ينقذ منها أي يتقافز كما يقال يتقافز برجليه قال فلما أصبح هذا أسيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الأمر الذي حصل له أن هذه السحابة يعني جاءت فوق رأس بيته وأيضا أن فرسه يعني خاف وجعل ينفر ويتقافز فهذا أمر غريب فجاء أسيد بن حضير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن تلك السكينة تنزلت للقرآن وفي رواية تشرح هذا تلك الملائكة تنزلت للقرآن يعني أن تلك السحابة التي جاءت تظلك وجعلت تدنو من بيتك تلك ملائكة كانت تتنزل لتسمع تلاوة القرآن واضح المعنى تلك السكينة تنزلت للقرآن اكتبوا وفي رواية أخرى تلك الملائكة فالروايات تشرح بعضها بعضا فالروايات تشرح بعضها بعضا فقوله تلك السكينة تنزلت للقرآن معناه تلك الملائكة هذه السحابة التي أظلت بيتك يا أسيد بن حضير ورأيت أن فرسك لا يستقر ويفرفر ويتنافر ويتقافز تلك بسبب تنزل الملائكة قال تلك السكينة تنزلت للقرآن أي تنزلت لاستماع تلاوة القرآن تنزلت لاستماع تلاوة القرآن فهذا الحديث يدلنا على أن تلاوة القرآن فيه فضيلة عظمى أن تلاوة القرآن فيها فضيلة عظمى وأن الله جل جلاله يكرم قارئ القرآن بكرامات فيه أيضا أن الله جل جلاله يكرم قارئ القرآن بتلاوات بكرامات عفوا فيه الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يكرم قارئ القرآن أن الله جل جلاله يكرم قارئ القرآن بكرامات قد تكون تنزل الملائكة قد يكون زيادة إيمان قد يكون زيادة الثبات أعظم الكرامة إيش؟ معروفة مما قلت السلف ما هي أعظم الكرامة؟ هل من جواب ألا ما فيه؟ لا مشهور من كلام السلف أفضل الكرامة لزوم الاستقامة أن يوفقك الله للاستقامة على الخير وعلى طريق قال الله وقال رسوله هذه أفضل كرامة لأن بعض الناس يظن أن الكرامة لا بد أن يرى ملائكة ألا الكرامة لا بد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نعم إن حصل هذا خير على خير لكن أفضل الكرامة إيش؟ لزوم الاستقامة هذه يحفظوها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قال السلف تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم عند نزوع الروح تثبتهم لا تجزع وهو روح تغرغر وتفارق الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أو في الآخرة ولوكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولوكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وإلى آخره واضح؟ فأن الله يكرم قارئ القرآن بكرامات وأفضل الكرامة لزوم الاستقامة أيضا من الفوائد فائدة ثالثة أن رؤية الملائكة ممكنة لبعض الآدميين أن رؤية الملائكة ممكنة لبعض الآدميين فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض الناس برؤية الملائكة ألم يكن عمران بن حسين تصافح الملائكة الحديث الصحيح الجواب لا ألم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بينما نحن دلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا الحديث التي تحفظون في الأربعين النوية ماذا قال في آخره قال ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم إيش دينكم فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض الآدميين برؤية الملائكة طيب هذه أهم ثلاث فوائد حتى بس ما نتأخر كثيرا طيب قال متفق عليه قال الشطن بفتح الطائشين المعجمة والطائل مهملة قال هو الحبل ثم قال في الذي يليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود هو إيش من النبي صلى الله عليه وسلم زكاه من أهل القرآن من الصحابة من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة من ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه وهو أول من جهر بالقرآن بمكة عبد الله بن مسعود فهذه لهم فضائل لهم يعني منازل في القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها هذه أقل المضاعفة والله يضاعف إيش لمن يشاء أكثر من ذلك من الناس من يعطيهم الله بالحرف أكثر من عشر حسنات وهذا إنما إيش يختلف الناس باختلاف العمل بالقرآن التفهم التدبر زيادة الإيمان يتفاوت الناس في هذه المراتب واضح؟ أقل المضاعفة عشرة أضعف ويضاعف الله لمن يشاء من الناس من يأخذ على الحرف الواحد أكثر من ذلك فقلنا هذا إنما يتفاوت بتفاوت الناس من حيث قوة الإيمان من حيث العمل بالقرآن من حيث العناية بالقرآن من حيث زيادة الإيمان بالقرآن هذه كلها أمور يعني وعوامل يزداد بها الإنسان أجورا على أجور قالوا والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف عشر حسنات ويزيد الله لمن يشاء ولا من حرف عشر حسنات وميم حرف ويزيد الله لمن يشاء وذلك قال شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير رحمه وحفظه الله ورعاه يقول إن في الختمة الواحدة أكثر من ثلاث مليون حسنة في الختمة الواحدة للقرآن أكثر من ثلاث مليون حسنة كل تاجر يا إخواني يا أخواتي إذا دخل في تجارتي قد يربح وقد يخسر إلا قارئ القرآن تجارة رابحة مضمونة تقرأ بكل حرف عشر حسنات ويزيد الله لمن يشاء ولذلك مر بنا في اللقاء الماضي وإن كل تاجر من وراء تجارتي وإنك اليوم إيش من وراء كل تجارة ربح مضمون نفعه لك في دينك ودنياك وأخراك وهو قراءة القرآن فعلى الإنسان أن يواضب على قراءة القرآن وأن يستكثر من قراءة القرآن وقراءة القرآن وكثرة قراءته ابن قدام المقدسي سئل عن أقل ما يختم فيه المسلم قال لا يخزيد عن أربعين يوما طبعا هذه استحسانات من أهل العلم لكن تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يعنى بالقرآن إذا كان المسلم العادي يندب له في كل أربعين يوما بعض العلماء يقلل بعضهم يزيد أكثر من ذلك أن يختم القرآن في كل أربعين في كل نحو ذلك فكم يوصى به مدرس القرآن وكم يوصى به طالب العلم لا شك أنه يوصى بأكثر من ذلك صح أو لا لا يعني بعض طلبة العلم أو بعض مدرسي القرآن لأنه مدرس هو ما يقرأ فقط يسمع للطلاب لكن هو ما يقرأ لنفسه ولا شك أن هذا خلل لا شك أن هذا فيه خلل لا بد أنه أيضا أن يعنى بنفسه أيضا بقراءة القرآن ولذلك يتفاوت الناس أيضا في ختم القرآن وكثرة الختم حسب المشاغل ولذلك أنشدنا أحد مشايخنا الشناقطة بعض الأبيات الجميلة في هذا الباب قال ختم الكتاب تابع لحال تاليه في الحل والارتحال فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه دقائق المعاني ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمال ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة من غير تمطيط ودونها ذرمة يعني يقول أن بعض الناس فعلا عندهم أعمال كثيرة فهؤلاء أيضا يندب لهم أن يقرأوا القرآن كثيرا لكن ليس مثل المتفرغ فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه دقائق المعاني ومثله مدرس العلوم الذي ينشغل بالتدريس وبتحضير العلم للتدريس ونحوه كفاصل الخصوم رئيس الشرطة عمدة الحي عنده مشاكل الناس ما ينفع أنه يقفل المكتب والخصوم وقوف بالباب هو يقول أنا قاعد أقرأ القرآن صح ولا لا فقال فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا هؤلاء يكثرون من قراءة القرآن لكن بطريقة لا تؤدي إلى تضيع حقوق الناس فالعمدة ومدير الشرطة وكذا يقرأ القرآن كثيرا لكن ليس بالحد الذي يضيع حقوق الناس وحقوق الخصوم والمظائف المنوطة به وكذلك من كان يشغل بتحضير الدروس والإعداد لها وكذا أيضا يقرأ القرآن كثيرا لكن أيضا ليس بما يخل بهذا التحضير وأمانة العلم إلى آخرهم قال ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال أما المتفرغ اللي ما عنده أعمال منوط به ومسؤوليات فهؤلاء يقرؤون أكثر قراءة بينة ومحكمة من غير تمطيط ودون هذا الرمع إلى آخر ما قال في هذا الباب فهذا فيه فضيلة قراءة القرآن وأن قراءة القرآن تجارة رابحة مضمونة وأنه ينال الإنسان بها الثبات وزيادة الإيمان ويوفقه الله جل جلاله للاستقامة وأيضا يا إخواني يا أخواتي من فوائد قراءة القرآن على الدوام معالجة قضاياك الخاصة وهذه فائدة عزيزة بمعنى لما تكون في مصيبة مثلا وابتلاء صدقني لما تقرأ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقعها على نفسك أيام الابتلاء ليس نفس وقعها في أيام الرخاء واضح هذه المعلومة يعني من فوائد اللسان التي يجنيها الإنسان كون يقرأ القرآن دائما له ختمات متتالية أن القرآن يعالج قضاياه الخاصة يوم أن تكون محزونا مهموما فتقرأ واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة صدقني وقعها على نفسك أيام المصيبة وأيام الابتلاء ليس كنفس وقعها يوم أن تكون في أيام رخائك كذلك أيضا قد يكون الإنسان يعني بدأ يمارس بعض الذنوب ثم في ورده اليوم تمر به آية عن ذلك فيكون القرآن موعظة له بهذه الطريقة قد جاءتكم موعظة من ربكم إنسان بدأ يتساهل في الأمور التي ربما تؤديه إلى الزنا فيمر في سورة الإسراء ولا تقرب الزنا فهكذا القرآن يعالج قضاياك الخاصة ويربيك تربية خاصة وذلك قال بعض السلف علم ولدك القرآن يعلمه القرآن كل شيء علم ولدك القرآن يعلمه القرآن كل شيء الحديث الذي يليه حتى لا نأخذ الوقت كثيرا قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريبي قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن ما عنده شيء من القرآن فهذا كالبيت الخريب البيت الذي يعتبر خرابا يبابا لا يصلح للسكنة كذلك أيضا القلب الذي خلى من كتاب الله جل جلاله لا يقرأ شيئا من القرآن لا يحفظ شيئا من القرآن لا يعنى بالقرآن هذا قلبه مآله إلى الخراب ولذلك أحسن تصوير الإمام الشاطبي في لاميته المعروف بالشاطبية قال بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن أين أهل الشاطبية بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يحتاج في القلب مشعل هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا إلى آخر ما قال من الأبيات الجميلة فقال بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا قلبك هذا لا يروي ضمأه إلا إيش القرآن لا يغسله من همومه ومن مشكلاته ومن ذنوبه ومن آثامه إلا القرآن قال وطابت عليه أرضه فتفتقت أن القرآن يغسل أنت الآن إذا أردت أن تزرع لابد أن تنظف المزرعة صح أو لا هل يمكن أن تزرع في مزرعتك وهي مليئة بالزبل وبالحشوش وبالأمور الخبيثة هل يمكن أن تزرع المزرعة بهذه الطريقة كذلك مزرعة الإيمان في قلبك لا ينظفها إلى القرآن قال وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير روائح زكية عطرة بكل عبير حين أصبح مخضلا إلى آخر ما قال في الشاطبية رحمه الله تعالى فهذا فيه فضيلة قراءة القرآن هذا الحديث فيه فضيلة قراءة القرآن وفيه فضيلة حفظ القرآن فاكتبوا هاتين الفائدتين الفائدة العامة لجميع المسلمين قراءة القرآن ثم يزيد من يحفظ القرآن لأن القرآن لا يفارق جوفه واضح المعنى الذي يقرأ القرآن صحيح أنه عنده قرآن لكن القرآن ليس ملازما له واضح وأما الذي يحفظه ولو يحفظ بعضه من يحفظ عشرين آية من كتاب الله خير من من يحفظ عشر آيات من يحفظ خمسين آية خير من من يحفظ دون ذلك فهذا فيه فضيلتان أو الفضيلة الأولى فضيلة قراءة القرآن الفضيلة الثانية فضيلة حفظ القرآن كل هذا مغلف بالعمل بالقرآن أعيد القاعدة المرة العشر طعش كما يقال كل الفضائل التي نذكرها لقارئ القرآن ولصاحب القرآن مربوطة بالعمل بالقرآن ثم في الذي يليه قال وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قال رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح قال حسن صحيح قال عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن ما مفهوم الصحبة المداومة واضح لا تقول أنت مصاحب للقرآن وأنت لا تتلوه إلا من رمضان إلى رمضان بعض المسلمين لا تعرف يداه أن تمسك القرآن إلا في رمضان هذا ليس ما صاحب للقرآن واضح فالمفهوم الصحبة المداومة والملازمة يكون صاحبا له بمعنى كلمة الصحبة قال يقال لصاحب القرآن الذي صحبه حقيقة عملا وتلاوة وحفظا وتدبرا الذي صحب القرآن عملا وتلاوة هذه الدرجة الأساسية العمل والتلاوة ثم يزيد مرحلة الحفظ تزيد مرحلة الحفظ فمن كان مرة ثانية ذكرنا هذه المسألة في اللقاء الماضي لكن نعيد على وجه السرعة من كان يعمل بالقرآن ويقرأه من المصحف كثيرا هل هو من أهل القرآن ولا ليس من أهل القرآن من حضر اللقاء الماضي ذكرنا هذه الفائدة يعمل بالقرآن لكنه لا يحفظه عن ظهر قيم ولكن يتلوه كثيرا بالنظر هل هو من أهل القرآن ولا ليس من أهل القرآن ذكرنا أنه من أهل القرآن ذكرنا ذلك ولعلكم تراجعون أخريات أو أواخر اللقاء الماضي فصلناه تفصيلا لكن هذا يعتبر مرتبة ثانية المرتبة الأولى التي فوقه من يعمل بالقرآن ويتلوه ويحفظه واضح؟ فعندنا أهل القرآن مرتبتان المرتبة العليا والأسمى والأسنى من يعمل بالقرآن ويتلوه ويحفظه هذا المرتبة العليا المرتبة الثانية من يعمل بالقرآن ويتلوه كثيرا وإن لم يحفظه فهو من أهل القرآن قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ وارتقي أي ارتقي في درجات الجنة ارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ولذلك قال أهل العلمي إن هذا يدل على فضيلة حفظ القرآن لأنك في القيامة كيف ستقرأ إن كنت غير حافظ ما في مصحف بين يديك واضح المعنى فيذلك ذكر بعض شراح الحديث أن هذا الحديث يدل على فضيلة حفظ القرآن لما أقول يا إخوان وإخواتي فضيلة حفظ القرآن أكرره كثير مو معنى حفظ كامل القرآن من يحفظ خمسين آية أيضا سيقال له إقرأ وسيقرأ إلى الخمسين واضح؟ من يحفظ خمس سور خير من من يحفظ سورتين من يحفظ ثلاثين سورة خير من من يحفظ عشرين سورة من يحفظ القرآن كاملا خير من من يحفظ أقل من ذلك واضح؟ فهذا يدل على أن المسلم لا بد أن يحفظ شيئا من كتاب الله من الغيب ولو قصار المفصل ولو مما يسره الله لك لكن اعلموا يقينا أن من أراد أن يحفظ القرآن حفظا مضبطا متقنا له ضريبة له ضريبة يعني لا بد أن يبذلها ما في شيء بدون فاتورة واضح في مثل عام يقولون ما في موز مقشر الموز لا بد أن تتعنى وترتقي الشجرة وتقطف الموز ثم تقشره ثم تأكله صح ولا لا ما في موز مقشر فمن تراه ضابطا للقرآن فاعلم أنه دفع فاتورة ليست سهلة لا بد أن تقلل من استخدام الجوال لا بد أن تهجر بعض اللذات لا بد أن تترك بعض اللهوي واللغوي وتفرغ ذلك الوقت لحفظ القرآن ومن الأذكر قصتين يعني لا تزال في نفسي في هذا الزمان مرة كنا في جلسة ومعنا شاب ما تجاوز الثانية والعشرين من عمري فاستأذن من الجلسة ثم غاب نصف ساعة أربعين دقيق ثم عاد فلما خلونا قال لي أحد الجالسين وهو صديق لذلك الشاب الصغير قال لي تعرف لماذا استأذن قتل ليش قال لم يتم ورده من القرآن فلذلك ذهب وأتمه وعاد انظروا إلى هذه الهمة يعني جلسة سمر وناس وسواليف كما يقال مع ذلك رغم صغر سنه قام واستأذن وذهب وأتم ورده وعاد وأيضا من القصص التي حصلت لي في الشهر الماضي أن أحدهم قال لي يعني أريد أن أقرأ عندك ختمة حفص إجازة وأنا يعني مثقل بالأشغال والمسؤوليات الكثيرة فأردت أن أوعر عليه الطريق حتى يعتذر هو بنفسه فقلت له بشرط أن أختبرك في كامل القرآن غيبا فقال لي مستعد فيعني تأخرت عنه فصار هو يلاحقني متى الاختبار متى الاختبار متى الاختبار فاختبرته فبفضل الله فإذا به ضابط متقن فهذا يدل على أن الذي حفظ وضبط أنه لم ينل هذه الرتبة بسهولة أنه بذل لها من نفسه ونفيسه من نفيس الوقت وجواهر المشاغل وإلى آخرهم أنه تعنى ومن أراد شيئا عظيما لا بدأ ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر كما قيل قال يقال لصاحب القرآن قلنا الصحبة الحقيقية اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا من هذا الحديث استنبطت عائشة رضي الله عنها اكتب أثر عن عائشة رضي الله عنها جعل الدرجات الجنة على عدد آي القرآن قالت عائشة رضي الله عنها جعل الدرجات الجنة على عدد آي القرآن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حيث وقف محفوظك وحيث انتهت قدرتك على الاستمرار في التلاوة هناك منزلتك في الجنة فهذا يدل على كدية ضبط القرآن والاستكثار من تلاوته ومن حفظه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ورتل كما كنت ترتل في الدنيا الترتيل مراتب اكتبوا هذه الفائدة الترتيل مراتب أدنى مرتبة أن تقرأه بتؤدة تتضح معها الحروف والحركات الترتيل مراتب ولا يخفى على أحد أن الناس في جودة تلاوتهم وترتيلهم يتفاوتون لكن أدنى مرتبة يطالب بها كل من يقرأ القرآن أن يقرأه بتؤدة بحيث ما يدخل الحروف بعضها وتتبين الحروف والحركات واضح؟ فالترتيل مراتب أدنى مرتبة التي يطالب بها من يقرأ القرآن هو أن يقرأه بتؤدة تتضح معها الحروف والحركات وفي هذا الحديث أيضا فضيلة حفظ القرآن كاملا أو حفظ بعضه فضيلة حفظ القرآن كاملا أو بعضه طيب قال ثم بعد ذلك قال باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان عقد هذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وقصد به أمرين اثنين الأمر الأول معاهدة القرآن وهي شدة الملازمة له وكثرة تلاوته وشدة العناية به والغرض الثاني التحذير من تعريضه للنسيان وذلك أن بعض الناس يعني ليس من باب أن الظروف أجبرته ولكن هو يتساهل يُعنى بالجوال بالتيك توك كذا يكون يعني هي الأشياء التي تأخذ باله وتأخذ فكره وعقله حتى يتشاغل عن القرآن ولا شك أن هذا يعني الأمر ليس بجيد وأمر ليس بحسن طيب نعم نسيت الباب الماضي أن أذكر ركائزه له ثلاث ركائز الركيزة الأولى الحرص على الارتباط بالقرآن والعمل به الحرص على الارتباط بالقرآن والعمل به الركيزة الثانية أن ما لا يدرك كله لا يترك كله إن ما استطعت أن تحفظ كثيرا احفظ قليلا ما استطعت أن تتلو كثيرا اتلو قليلا لا يخل لك يوم من قراءة القرآن لا يخل لك يوم من قراءة القرآن هنا فائدة أحب أن أذكرها يا إخواني ويا أخواتي هذا القرآن رسالة الله إليك هذه الرسالة التي يعني تضبط لك أخلاقك ومعاملاتك وعباداتك كيف لا تنظر فيها يوميا كيف لا تتعهدها كيف لا تكون محل عناية ينبغي لك يا أيها المسلم ألا يخلو لك يوم من قراءة القرآن وسيأتينا في باب قراءة سورة من آيات مخصوصة وغيرها سنعلق إن شاء الله على هذه النقطة أكثر الركيزة الثانية أن ما لا يدرك كله لا يترك كله والله أنا ما أقدر أحفظ القرآن طيب يا أخي احفظ جزء عما أنا تاجر مشغول طيب ما أقدر أحفظ طيب احفظ المفصل تراه خير عظيم أنا والله امرأة عندي عشرة أبناء وموظفة وعندي 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 ما أستطيع طيب احفظ جزء عما احفظي جزء تبارك وجزء الملك وجزء المجادلة مش لازم كامل المهم أن ما لا يدرك كله لا يدرك كله ويقول من مات وهو يحفظ ولم يختم لا شيء عليه هو له مأجور على القدر الذي حفظه ومأجور على كل التلاوات التي قرأها من المصحف ونحن بينا أن من يكثر قراءة القرآن ويعمل به ولو لم يحفظه غيبا عن ظاهر قلب فهو من أهل القرآن بينا هذا في اللقاء الماضي بالتبيينا يعني مطولا يرجع إليه إن شاء الله في مكانه طيب الركيزة الثالثة التنافس على العمل الصالح التنافس على العمل الصالح قد يقول لو يحفظ ثم ينسى ثم يحفظ له أجران ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وياتا تعتع فيه وهو شاق عليه له أجران أجر عظيم هذه المعاركة وهذه المجاهدة مأجور فيذلك قلنا لكم في بداية هذا اللقاء وأنت تحفظ يا أم عبد الرحمن قلل المقدار ترى والله يا إخواني ويا أخواتي يعني من خلال يعني خبرة المتواضعة ببرنامج برامج القرآن والبرامج العلمية الإلكترونية آفة الناس في هذا الزمان آفتان كبريان آفة الناس في هذا الزمان الآفتان الرئيستان هي اثنتان الآفة الأولى العجلة الآفة الأولى العجلة ما يتقول له يعني أنا أذكر قصة أحد الشباب جاءني قال لي الإنسان في كم يحفظ القرآن قلت له والله إذا كان فاضي مشغول ما عنده أعمال ومسؤوليات كثيرة ممكن يحفظ إن شاء الله في سنة قلت له هذا إذا كان يعني مكفي من جهة والديه ما عنده هم الرزق هم العمل هم الأسرة شاب فتي ومكفي قلت ممكن يحفظ في سنة وإذا كان مشغول متزوج عنده أولاد عنده عنده ممكن هذا يحفظ في سنةين في ثلاثة حسب فقال لي فاضي يحفظ في سنة فقلت له يبدأ والله سبحانه وتعالى سيفتع لي قال والله سنة طويلة هذا الشاب أعرفه الآن والله لم يتقدم في حفظه شيئا مرت أكثر من سنة لو أنه بدأ منذ أن أخبرته بذلك الآن على الأقل قطع شوطا كبيرا هذه الآفة الأولى التي ألاحظها في برامج الحفظ وفي برامج البرامج العلمية الإلكترونية وهي العجلة أن الناس اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي جعلت فينا سلوك العجلة لأننا تعودنا كل شيء ضغطت زر في الجوال فهذا صار سلوك انطباع فينا أننا ما نقدر نصبر كل شيء نبغى بسرعة بسرعة كان الإنسان كما سيأتينا أو مر بنا يرحل في الحديث الواحد من مكة إلى الشام ليتعلم حديثا واحدا أننا اليوم جالسين في بيوتنا ومستريحين الآن قرأنا ما يقرب من كم من عشرة أحاديث نعم كثيرة الأمر الثاني وهي عدم معرفة قدرة النفس عدم معرفة قدرة النفس بعض الناس أول ما يبدأ حفظ القرآن يبدأ من الناس جزعة ما سهل فيقول كل يوم سأحفظ ثلاثة صفحات ثم إذا بدأت الصعوبات تكثر عليه وصل سورة القمر سورة الرحمن سورة الحديد بدأ في المصاعب فهنا تبدأ همته تفتر لذلك من البداية لازم تعرف قدرة نفسك أنت اعرف ظروفك اعرف أعمالك اعرف أشغالك اعرف مسؤولياتك قلنا الأعزب غير المتزوج الشاب الصغير الذي ما عنده هم الرزق هم العمل كذا ليس مثل الكبير الذي عنده زوجات وأبناء وبنات ومسؤوليات اعرف قدرة نفسك ثم ضع برنامجك على قدرتك والله من عرف هاتين الآفتين وفعل نفسه عليهما سيجني خيرا كثيرا الزمن هذا العلم التسجيلات العلمية موجودة كل شيء موجود بفضل الله سبحانه وتعالى والسبل تيسرت لكن هاتين هي الآفتين الكبريان في هذا الزمان أيضا مما يضاف لهذا الكلام أن يعني أعرف أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله يعني قوي حافظه هذا الشاب أعرفه معرفه جيدا ويحفظ من العلم الكثير وأظنه يحفظ الصحيحين كاملا غيبا عن ظهر قلب مرة كنت أتكلم معه في قضية الحفظ فقال لي شوف أنا عندي قاعدة أعمل بها أنا أضع لنفسي إيش حدا أدنى وحدا أوسط وحدا أعلى يقول أنا مثلا لما أحفظ ما شاء الله حتى يحفظ الفيتو بن مالك هذا نسيت أن أذكره يعني عنده محفوظات كثيرة جدا قال أنا أي حاجة أعملها أحفظها أنا أضع ثلاث خطوط قال أضع كنا نتكلم عن الألفية قال أنا أضع الحد الأدنى حفظ بيت واحد والحد الأوسط ثلاثة والحد الأعلى خمسة قل لي إيش فائدة هذا الشي يا سامي قلت له إيش الفائدة قال الحد الأدنى ميزته أني لا أتنازل عنه ولو انطبقت السماء على الأرض واضح قال الحد الأدنى قال هذا ما أتنازل عنه الآن حفظ بيت واحد في اليوم هل هو شي صعب أفرض أنه صارت لك ظروف سيارتك خربت وزوجتك ولدت نفسي اليوم وولدت ولدك الثاني مستشفى وما دري إيش هل حفظ بيت واحد أمر تعجز عنه لا تعجز عنه فقال لهذا الحد الأدنى أكتسب منه الاستمرارية شوفوا يعني الملاحظة الجميلة في كلامه يقول الحد الأدنى أكتسب منه الاستمرارية والحد الأوسط إذا كانت ظروف متوسط أحفظ ثلاثة أبيات إذا مر فاضي ما عندي شغل ولا مشغل نفسه اليوم أحفظ خمسة أبيات وبذلك هذا ما شاء الله فتح الله عليه في المحفوظات كثيرا فالشاهد أنت أيضا في حفظك للقرآن ضع لنفسك حدا أدنى وحدا أوسط وحدا أعلى الحد الأدنى خليه سطرين ثلاثة أسطر حسب مشاغلك وحسب مسؤولياتك ثم ضع حدا أوسط في الظروف الحسنة أو صورة أصلا لن تحافظها زمان ثم ضع حدا أدنى إذا كنت متفرغا وكانت ظروفك حسنة وإلى آخره طيب وعموما مما يضعف الحفظ أيضا كثرة الذنوب والتوغل فيها فهذا يعني شيء واضح ينبغي لنحافظ القرآن أن يتجنبه وكلما وقع في زلة فليوتب وليعود وليس معناه أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يذنب ولكن كلما أذنب فليوتب وليعود ولينهض وليستغفر الله جل جلاله ولا يسترسل طيب قال باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضي للنسيان طيب إن شاء الله هذا نبدأ به بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى كان فيه سؤال أو استفسار في أقل من ثلاث دقائق نجيب أي تقول خطة نمشي عليها الخطة موجودة مبثوثة ما شاء الله تبارك الله في التليقرام وقنوات حفظ القرآن فهذه كثيرة جدا إنسان يوقت عليها نفسه ويرى الخطة المناسبة لظروفه ولمشاغله وليأحواله هذا أمر مهم جدا أن يعرف الإنسان قدرته طيب هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أولى وأسلم ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن وما كان من خطأ فمن نفسي وشيطان وأستغفر الله أتوب إليه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة هو جميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يبلك إلا أنت اللهم لنا وللحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات صب علينا وعليهم الخير صبا صبا ودره علينا وعليهم درا درا ولا تجعل عيشنا ولا عيشهم كدا ولا نكدا يا رب العالمين اللهم حقق الرغبات والطموحات في عفو وعافية يا رحيم يا رحمن اللهم حققها في عفو وعافية يا رحيم يا رحمن اللهم من كان في الحاضرين والحاضرات اشتكي ذنبا أو ألما أو هما أو مشكلة اللهم أنزل عليه رحمة من عندك ترفع عنه ذلك الأمر اللهم من كان يشكو دينا أو غما اللهم أغنيه وغسع عليه فضلك وجودك ورحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يأمن له الدنيا والآخرة وإليه المرجع يوم التناد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كل إخوائنا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم ووفق لا تأمل المسلمين اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الطيبة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه قد انقطع اللهم من غيرك الرجا فأدركنا أي رباه ورحم وأنعمي وأشربنا يا رباه في القلب حب ما تحب وكره كل غير ومأثمي وأوزعنا أي رباه أن نشكر التي علينا بها أنعمت والفضل تممي لنا من إذا خيبتنا ربي فاستجب دعاء وبالخيرات يا ربي تممي وصلي على خير البرايا محمد وأصحاب الغر الميامين سلمي وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته